كشفت رئاسة إدارة الهجرة التركية عن عدد من تم ترحيلهم من الأجانب منذ مطلع العام الجاري إلى جانب الجنسيات الأكثر ترحيلا وأكدت مصادر في إدارة الهجرة أن السلطات التركية رحل 28581 مهاجرا غير نظامي ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي وفذت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة سلطات البلاد للهجرة غير الشرعية لافتة إلى أن أغلب الأجانب الذين تم ترحيلهم كانوا يحملون الجنسيات الأفغانية والباكستانية وتراوحت أسباب الترحيل بين دخول غير قانوني وانتهاك المدة القانونية للبقاء في تركيا عقب انتهاء صلاحية التأشيرة وتزوير بأوراق رسمية وانخراط بممارسات تخالف القانون وتنتهك الأمن والاستقرار كما سجلت السلطات التركية 153.088 حال دخول غير قانوني للبلاد منذ مطلع العام الجاري اشتركوا في القناة